ناس كتيرة جداً طلعت من امتحان الفيزياء اللي كان أول مبارح تقريباً منهارة تيك توك كان بيطلع عليه الشباب يصيحوا صياح هستيري بشكل مبالغ فيه جداً كله كان بيقول إن امتحان الفيزياء كان مش طبيعي مش أدمي اللي حصل فينا ده كان بهدلة العيال دخلت بيتقعد قدام ورقة الامتحان طب عامل إيه؟ أنا مش فاهم أي حاجة أنا مش عارف أكتب غير اسمي متحان كان صعب قوي كله أجمع على كده وهم كمان النهاردة عندهم متحان الانجلوش هي اللوجه الأولى ربنا يوفقهم عايزين بس نقول الأول فعلاً ربنا يوفقكو يا شباب إن شاء الله تعملوا حلو جداً متهيقلين هم يعني هيطلعوا كمان شوية أو طلعوا من ساعة تقريباً بس بجد ربنا يوفقكو يعني كلها بندعي لكم وإن شاء الله ترفعوا راسنا وتجيبوا أعلى التأديرات بس فتح تحقيق فيه الامتحان ده علشان الامتحان كان صعب جداً ناس كلها بتقول الامتحان كان صعب جداً والقرارات نزلت كانين أقول لكم إن فيه تلات أسئلة في الامتحان في الامتحان فيزية سنوية عامة اتحسبوا الدرجة الكاملة حتى لو أنت كاتب الإجابة غلط أو مش كاتب إجابة تماماً السؤال محسوب صح الدرجة الكاملة من السؤال اتخذت ده غير إن كان فيه برضو سؤالين تقدر إن أنت يعني هي الأسئلة كلها بتبقى اختياري بتبقى multiple choice اللي هو بي عندهم البابلشيت بيبقى حربوقي كده حربوقي جداً صراحة فكان فيه سؤالين من ضمن أسئلة الامتحان اتحسب لهم الإجابتين صح يعني لو أنت جاوبت على مثلاً ألف وبي إن اتنين يتحسبوا لك صح ده غير كمان إن أعلنوا عن إن هم هيعلنوا عن الدرجات أو النسبة بتاعت الامتحان قبل يعني قبل ما عادها بكتير بعد انتهاء التصحيح على طول هيعلنوا عن درجات الامتحان علشان برضو الولاد والبنات كده يكونوا ريلاكست ويقدروا إن هم يركزوا في الباقي قرارات كلها حلوة جداً بصراحة بس أنا ممكن ده يجيب نتيجة عكسية مش عارفة بس حسيت لوهلة إن فعلاً القرارات دي كلها لصالح الطالب هم شافوا الامتحان وشافوا إن فعلاً في صعوبة جمدة جداً في الامتحان في ظلم كتير وكبير جداً ممكن يحصل للشباب اللي لسه في أول حياتهم مش نقصين خالص صدمات كبيرة كده بذات إن أصلاً سنوية عامة هو بعبع كبير قوي الناس كتير بتخافوا عندها رهبة من انتحانات سنوية عامة فهم بيحاولوا إن هم يكسروا الرهبة دي بيحاولوا يبينوا إنه يا شباب يا بنات يا أولاد إحنا متفاهمين إحنا معايكو مش ضدكو والقرارات اللي الناس لديه فعلاً فعلاً مهمة جداً والصالح والطالب السنوية العامة يعني أنت متخيلة تلات أسئلة أنت أخذها فول مارك الدرجة الكاملة فيها فأكيد طبعاً هتعمل لفت كبيرة جداً في الدرجات بسراحة يعني يا ربنا هي تعمل لفت كبير ويعني بنحمد ربنا إن إحنا عندنا المرحلة دي من الحياة بجد لأنه مش ضدك تخيل إن أنا مثلاً أكون دلوقتي بمتحن ولا سنوية عامة ولا جمعة ولا أي حاجة بصراحة يعني بتكون فقرة صعبة أي بس يعني إحنا جايين لكم من المستقبل بقولكم إن كله بيعدي كله بيعدي كله بيعدي وكل ده يعني هتبص وتضحك عليه يوم ما فبحس إنه يعني أهم حاجة نفسية الطالب إنه ما يجيش على نفسيته لأنه في الأول وفي الآخر خلاص أنت اكتهت وذكرت وعملت اللي عليك ويسيب الباقي على ربنا بحقيقة جداً بس في حاجة على طول بشوفة في امتحنان سنوية عامة خلينا نتكلم عنها شوية وهو انهيار الطلاب بعد ما بيطلعهم من المتحنان بشكل استيري أنت عارف الموضوع بيوصل والموضوع ده مش سنين دي بس ده بقاله سنين كتير قوي الأهالي بيكونوا وقفين قدام اللجان أو قدام المدارس بره مستنين وقفين في عيز الشمس في عيز الحر وبعدين سنوية عامة بقالها سنين كتير بيتيجي في الصيف كمان ففي عيز الشمس في عيز الحر مستنين الولاد يطلعهم من المتحن والعيال تطلع تعييات والأهالي تولول والسريخ وعيات ويغم عليهم ويقوموا ويغم عليهم تاني فهل ممكن أن يكونوا الأهالي بالشكل ده مش بيدعموا ولادهم بل بيزودوا التيم بلا أنا شايفة أنه الأهالي مفروض أنه حتى لو لقوا الطلاب أو أبنائهم طالعين من المتحن منهارين أو هستين مفروض هما يكونوا البالنس هما اللي يكونوا هادين ومتملكين أعصابهم وبرضه بحس أنه سعادة تصير قوي الأهل بيكون هما سبب في الرياكشن بتاع الطفل هما سبب في الرياكشن بتاعهم لأنه في أهل بنزلهم هو لو عارف لو صقت عارف لو عملت عارف لو قد درجة وحشة عارف ما عرفش مين صاحبك جيب درجة كده بقى عمتا أنا بحس أو عايزة أنصح يعني كل الأهالي جماعة لو سمحتوا ما تضغطوش على الأولاد سبوهم من هما يعني خوضوا التجربة سبوهم حتى لو هما جابوا درجة مش رطيفة لو حصل أي حاجة في نص الامتحان ده يعني It's a part of the experience Part of the learning journey بتاعتهم هيغلطوا النهاردة هيتعلموا بكرة هيتفادوا الغلطات دي في الجامعة بس بلاش أن احنا نضغطوا النفسين وأكيد أكيد بلاش أن احنا نعوم على عمهم لو الطالب طالع منهار من الامتحان مش المفروض أبدا أن الأم تقعد تولول في الشارع الطالب هيتوتر أكتر هيعيط أكتر هيتعب نفسيا أكتر خلينا إحنا نكون البالنت زي ما أنت قلت بالزبط يا فرح استعد ليهم بالزبط استعد هم عايزين كتفي عياته علي مش عايزين حد يعضي وغير يسوت بالذات أنه حاجة خلاص حصلت لنه مش حاجة قدر تغيرها شكرا للمشاهدة